اشتركوا في القناة في أسبوع من حادثة ابن الخطين ضبط شخص حاول إحرق مستشفى دار السلام وفي الزمان أوات الأمن تفرق حشود المتظاهرين قرب المالية بالرصاص والقوة في وكالة يقينة مريشيا حزب الله تدعو إلى استنساخ تجربة جرف الصخر في مناطق عراقية الأخرى في عربي 21 هجوم صاروخي على قاعدة تضم جنود أمريكيين ببغداد أقرأ في العرب اللندنية أحزاب شيعية عراقية تثملص من طائفيتها قبل الانتخابات نطالع في الجارديان ملايين السوريين في خطر من جراء تصاعد كورونا عنولة القدس العربي وزير دفاع التركية توعد حزب العمال الكوروستاني من شمالي العراق يعاني العراق من جراء فوضى أمنية عارمة منذ الاحتلال الأمريكي له في سنة 2003 حتى الآن ويعد قرار الحاكم المدني بول بريمر حل الجيش العراقي ومؤسسات الأمنية يعد من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الفوضى عن الفوضى الأمنية إذن في العراق كتب أحسين صالح السبعوي لا يعرف أحد اليوم عدد الميليشيات المتواجدة في العراق فالميليشيات الأولى مثل بدر وجيش المهدي قد فرخت عشرات الميليشيات الفرعية التابعة لها كما قامت الأحزاب الطائفية بتشكيل ميليشيات أخرى جديدة ولم يكتفي الحزب بميليشيا واحدة له فأصبحت لدينا عشرات الميليشيات كل منها تابع لحزب أو لرجل دين معمم يديرها ويستثمر فيها كما أصبحت هذه الميليشيات تمارس جرائمها ضد الشعب العراقي لون أي رادع لها بل وتعتبر نفسها فوق القانون والدستور فهي تقتل وتعتقل وتنهب المال العام والخاص وتبتز المواطنين بل تبتز حتى السياسيين في الدولة فهي تكمم الأفواه وتحرق القنوات الفضائية غير الموالية لها بينما القوات الأمنية تقف بجانبها إما متفرجة أو مساندة لها والغريب أن هذه الميليشيات كلها تسمي نفسها بلفظ الجلالة أو بأسماء مقدسة مثل حزب الله وربع الله وجيش المهدي وغيرها ومن الجدير بالذكر أن جميع هذه الجماعات المسلحة مرتبطة بإيران سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وولاؤها لإيران يفوق ولاءها للعراق يضيف الكاتب أمام يجري من فوضى في العراق وبلضى أمريكي وبتنفيذ إيراني وأن التخادم بين أمريكا وإيران هو السبب في تدمير أكثر من أربع عواصم عربية والبقية تنتظر موعدها حسب ما مرسوم لها من خطط أمريكية إيرانية لتدمير المنطقة العربية عن بكرة أذيها المشهد الرسمي الآن وقبيل الانتخابات البرلمانية بخمسة أشهر أن الكاظمية وجه فريقه السياسي بعدم نيته في العمل على الحصول على ولاية أخرى وأن مهمته محصورة في توفير أجواء مناسبة لإنجاح العملية الانتخابية فهل قبل الفرقاء السياسيون هذا الأمر؟ أم أن ثمت تصريحات وتسريبات مضادة ظهرت على السطح؟ يجيب عن هذه الأسئلة الكاتب صادق الطائي وتحدث عن التوافقات وتدوير الوجوه نفسها في الانتخابات المقبلة في العراق الكل يتذكر تصريحات الصدر منذ أكثر من عام حول إصراره على أن تكون رئاسة الحكومة المقبلة من حصة التيار الصدري كما أشار بعض المراقبين إلى تفاهمات تجري بين كتل العباد والحكيم من الشيعة والحلبوس من السنة بالإضافة إلى برزان من الأكراد سيدعمون ترشيح الصدر للكاظمي لولاية ثانية مقابل تعهدات الكاظمي لهذه الكتل بتمرير مطالبهم وترتيب حصصهم في الحكومة المقبلة وكما هو معلوم أن مصطفى الكاظمي أظهر ليناً واضحاً تجاه الكتل أعلاه وطرح نفسه كشخصية توافقية مقبولة من إيران والولايات المتحدة وباقي القوى الإقليمية في الخليج ومصر لذلك يعتقد بعض المراقبين ممن يروجون لهذه التسريبات أن إعلان عدم ترشح الكاظمي لا يعد كونه مناورة سياسية لتمرير سفقته مع الصدر وإن الأخير إذا استطاع أن يرسل رسائل تطمين لطهران عبر اختيار شخصية مقبولة للإيرانيين حينها سيكسب الجولة الأولى في تشكيل الحكومة المقبلة البروجون إذن لولاية أخرى للكاظمي نسوا أو تناسوا فشل أو إخفاق حكومة الكاظمي في هذه الملفات الكبرى كلها التي وعد بتنفيذها ومنها محاربة الفساد وإعلان النتائج للشعب ومع جهود اللجنة التي تولى رئاستها الفريق أحمد برغيف إلا أنها حتى الآن لم تنجح في معالجة فساد واحد حتى النهاية وأن وعود الكاظمي بحصر السلاح بيد الدولة أصبحت نكتة العراقيين وأصبحت الميليشيات الولائية أكثر تغولا سجلت وزارة الصحة في العراق في أواصط شهر أبريل نيسان الماضي سجلت المصابة رقم مليون بفيروس كورونا وبحسب أرقام رسمية فقد توفي أكثر من 15 ألف مواطن من جراء الإصابة بهذا الفيروس في غضون سنة من اجتياح الأراضي العراقية وتفقمت أزمة الفيروس في العراق أكثر من غيره لأسباب عدة منها تهالك المؤسسة الصحية والفساد المستشري في الدواء المعنية فلنتابع تفاصيل هذا التقرير لوكالة يقينت وفق التقييمات العالمية فإن الحكومة الحالية لم تختلف عن سابقاتها بجعل البلاد تحتل مواقع الصدارة في أسوأ المراكز على المستويين الإقليمي والعالمي حسب التصنيفات التي تعتمدها المنظمات الدولية فمن أسوأ بلد للعيش لأسوأ بلد لعمل الصحفيين لأسوأ البلدان في مؤشر الفساد وفي العام الأول لانتشار الجائحة عالميا والتي لا أحد يستطيع التنبؤ بتاريخ انتهائها أصبح العراق الأسوأ في التصدي لها محتلا المرتبة الأولى عربيا بعدد الإصابات بالفيروس وتجري وزارة الصحة أربعين ألف فحص عشوائي يوميا وهو رقم متواضع قياسا بعدد السكان وأظهرت هذه الفحوصات تناميا كبيرا بأعداد الإصابات ينبئ بخروج الوضع عن السيطرة ويعمد كثير من المواطنين لاستخدام قنان الأكسجين في منازلهم بدل الذهاب إلى المستشفيات التي تعاني منذ ما يقرب من عقدين نقصا في الكوادر والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية وكذلك بسبب تدهر الخدمات الطبية في المشافي العراقية وخطورة ارتيادها ويحدث ذلك كله داخل العاصمة بغداد أما في المدن النائية والقرى ومخيمات النزوح فالوضع أسوأ بكثير وبنحو مليون ونصف مليون نازح داخل البلاد يعيشون في مخيمات لا تتوفر فيها أبسط مقاومات الحياة الضرورية فضلا عن ظروف الجائحة يعتقد الموظفون من منظمة أطباء بلا حدود وجوب منح العراق أولوية عالمية في التصدي لهذا الوباء سلطت صحيفة ويلغاريا البريطانية الضوء على المخاطر التي تواجه السوريين من جراء تصعد حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد وقالت الصحيفة في تقرير لها إن ملايين سوريين في خطر جراء تصعد هذا الوباء ومع نقص لوازم الاختبارات والأكسجين متطرقة إلى التحذيرات الأممية والدولية من أن الموجة السريعة والمتسارعة من هذا الفيروس قد تعرض ملايين السوريين في خطر رغم الأرقام الرسمية المنخفضة لحالات الوفاة في سوريا جراء كورونا إلا أن جمع بيانات موثقة في البلاد التي تعيش حالة من الضعف أمر شبه مستحيل تسعون بالمئة من السوريين في مناطق النظام والمعارضة والأكراد يعيشون في الفقر مؤكدة أنه بعد مرور أكثر من عام على أزمة كورونا العالمية لا تزال مرافق إجراء الاختبارات في سوريا غير موجودة ما يجعل من المستحيل على العاملين في مجال الرعاية الصحية تقييم أثر المرض أو التمكن من احتوائه المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد لا يوجد فيها إلا مختبراً واحداً لإجراء فحوصات كورونا وتبدو أدوات الفحص فيه على وشك الانتهاء خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع عدد حالات الإصابة سبع منشآت للعلاج في سوريا ممولة من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية اضطرت إلى الإغلاق بسبب نقص التمويل مضيفة أن العدد القليل من المرافق العلاجية التي بقيت مفتوحة بدأت إمدادات الأكسجين فيها بالنفاذ ونقلت صحيفة عن مديرة السياسة والمؤازرة للمنطقة في لجنة الإنقاذ الدولية مجسي بوسويل قولها إن 83% من المرضى الذين اعتمدون حاليا على أجهزة التنفس الصناعي يموتون ونخشان الأمور ستزداد سوءا في سوريا فنظام الصحي يعاني هناك من جراء صعوبات باستيعاب المرضى والوضع هناك تدهور بسرعة فائقة عادت فلسطين من جديد لتستعيد موقعها في المشهد العالمي ظن الصهينة أنهم وضعوا الفلسطينيين في الدائرة المغلقة وادخلوهم بيت الطاع بعد أن نسيهم العرب قبل أن ينسهم العالم المجهول بحره على وباء كورونا فإذا بهم يخرجون بعزيمة جديدة وإرادة فولاذية وإيمان بضرورة مواصلة النضال والمقاومة هذا ما جاء في مقالي للكاتب صلاح الدين جورشي فلنستمع إلى جزء منه مسألة التطبيع التي تم التسريع في نسقها مع الإدارة الأمريكية السابقة لم تدفن الملف الفلسطيني ولم تقلل من شرعيته ومواصلة طرحه على أكثر من صعيد لا يوجد عاقل يمكن أن يكون بديلا عن الفلسطينيين وأن يتنازل عن حقهم في أرضهم ووطنهم في هذا السياق المحلي والإقليمي والدولي وجدت إسرائيل نفسها في اشتباك مباشر مع منظمات حقوقية وازنة على الصعيد العالمي فهي من جهة مدعوة للإجابة عن التهم التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية والتي تتعلق بارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائما في حق الفلسطينيين ورغم أن إسرائيل ليست عضواً بالمحكمة ورغم وقوف الولايات المتحدة إلى جانبها إلا أن ما حصل حتى الآن يعتبر تحولاً في سياسة هذه المحكمة التي بقيت منذ تأسيسها تتجنب إخضاع دولة الاحتلال إلى المحاسبة عن جرائمها المتواصلة كما تحركت منظمة واتش الأمريكية لتكثف الضغط على هذه الدولة المارقة عن القانون الدولي ففي تقريرها الأخير تحت عنوان تجاوز الحد السلطات الإسرائيلية وجريمتان فصل العنصري والاضطهاد استعرضت سلسلة الانتهاكات الموثقة التي تشمل مصادرة الأراضي على نطاق واسع والحرمان من حقوق الإقامة وتعنيق الحقوق المدنية وترقى إلى مستوى الأفعال اللا إنسانية والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للفلسطينيين ومهما كانت هذه المسوغات التي دفعت بالرئيس محمود عباس إلى اتخاذ هذا القراءة سواء كان استجابة لضغوط الصهونية أو خوفا من هزيمة حركة فتحة التي شاركت بقائمات متنازعة في عدد من الدول الرسمية فالمؤكد أن هذه تعد تفاصيل وأن القضية أكبر من أي فصيل وأن الواجب يفرض أن تبقى القضية الوطنية فوق أي حسابات ضيقة سيدهب الجميع وتبقى فلسطين في مقالة نشرته ذا تلانتك تسألت فيه عن السبب الذي يدفع الناشطين العرب إلى الاحتجاج بعد تجربة الربيع العربي الفاشلة وتذكر الكاتب أن هناك جيلا جديدا من الناشطين العربي والقادة الذين أدوا دورا بهذه الانتخابات أو الانتفاضات الفاشلة قد تعلموا الدروس من تلك الثورات التي جعلت حلم الديمقراطية بعيدا وجعلت الدكتاتوريين متمرسين في مواقعهم والحروب التي دمرت دولا بأكملها وسط اليأس والخوف هناك جيل جديد من المحتجين والناشطين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ عام 2019 في بلدان مثل السودان والعراق ولبنان والجزائر وتعلم هذا الجيل الجديد درسا مهما وهو أن الثورات يمكن أن تغير النظام لكنها لا تنشئ الدول وهم يقومون بتنظيم أنفسهم ودراسة قوانين الانتخابات والتخطيط للدولة التي يريدون بنائها دولة تخدم المواطنين للحكام وتعلموا من نكسات عام 2011 أن ما ينتظرهم أبعد من انتصار سريع في انتخاب واحد ولكنهم يواجهون بالإضافة للتحديات المعروفة التي تواجهها المعارضة والناشطون عالما يمثل عائقا كبيرا لمن هم في العالم العربي حيث يتم تصيدهم واحدا بعد الآخر ويطلق عليهم النار في الشوارع أو في بيوتهم ويختفون قسريا أو يرمون في السجون رجالا ونساء على حد سواء أضافت الصحيفة في العراق ولبنان هناك الميليشيات التي تدعمها إيران والقوى الخارج عن سيطرة الدولة ففي أثناء الاحتجاجات العراقية التي بدأت في شهر تشينيلة والإفتوبر عام 2019 قتل مئات وفي العام الماضي قتل ثلاثون ناشطا وعضوا في جماعات العمل المدني في اغتيالات حملت الميليشيات المدعومة من إيران حملت مسؤوليتها إذا كنت من عشاق الأزهار والورود فحديقة كيوكنهوف في هولندا هي المكان الأنسب للاستمتاع بسحر الطبيعة والألوان الرائعة وتقع كيوكنهوف في مدينة ليسا جنوب غربي العاصم الهولندية ميستردام تضم ما يزيد عن سبعة ملايين زهرة يانعة من بين ثمانمائة نوع مختلف على مساحة 32 أكتار ويعود تاريخ كيوكنهوف إلى القرن الخامس عشر كانت في أقتها ملكا لجاكلين كونتستة قلعة هاينو قد زرعتها بالعشاب والنباتات لاستخدامها في مطبخ القلعة وبعد وفاة الكونتستة جاكلين توالى تجار الأغنياء إلى الأرض حتى إنشاء الحديقة في عام 49 ألف لتكون معرضا للأزهار حيث يمكن للمزارعين من جميع أنحاء هولندا وأوروبا عرض محاصيلهم نبقى للمشاهدين الكران مع مجموعة مختارة من رسوم الكاريكاترية ترجمة نانسي قنقر نبقى للمشاهدين الكرام تنتهي جولتنا الصحافية لهذا اليوم في صدى الأقلام نلتق بكم غدا بإذنه تعالى في رعاية الله